الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحفوه يحاسبكم به الله كما في حديث أبي عريرة شق عليهم وقالوا يا رسول الله لا نطيقوا هذه الآية أنحاسبوا على ما في أنفسنا فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت اليهود أو بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قلوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا فلما أيقنت بها قلوبهم أنزل عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فجاء الفرج من الله عز وجل لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها الآية ولذا إذا تحقق هذا المعنى كفي العبد شرورا كثيرة إما من المخلوق وإما من الأفكار وإما من الشبؤات وإما من الشعوات ولذا قال عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين التي في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح في كفتاح على القول الصحيح من المكروه فيتقيه من المكروه والمكروه عام وذلك لأنها تضمنت الاستسلام والانقيادة لله عز وجل ترجمة نانسي قنقر